أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يصل نمول اقتصاد الوطني لزائد 3.3% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض زائد 2.8% المسجلة خلال الفصل السابق وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024 أن هذا التطور بيأخذ في الاعتبار التقديرات القطعية والمعطيات التي تم جمعها حتى نهاية دجمبر 2023 فمن المرتقب أن تسجل الأنشطة الفلاحية تباطؤاً خلال الفصل الرابع من 2023 وذلك بسبب استمرار عجز التساقطات وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تفوق المعدلات الموسمية ويتوقع أن تعرف القيمة المضافة للفلاح نمواً يقدر بـ 5.2% حسب التغيير السنوي عوض 6.9% خلال الفصل الأول من السنة وسيتأثر إنتاج المحاصيل النباتية باستثناء الحبوب بشكل سلبي بتراجع مردود الخضروات والفواكه وسيواكب ذلك انخفاض في صادرتها وأوردت المندوبية أن هذا الانتعاش الذي ما يزال هشاً بالنظر إلى أفاق نمو الشركات تجاريين الرئيسيين يعزى إلى تعزيز حجم الصادرات والتوجه الإيجابي من جانب رؤساء شركات نحو رفع مستوى التجهيز وإعادة تشكيل المخزون وسيعرف نشاط القطاع الثالث بدوره زيادة طفيفة مدعوماً بارتفاع الطلب الداخلي الموجه نحوه خاصة على مستوى التجارة والخدمات المسوقة حيث سيتشهد أنشطة الإيواء والمطاعم والخدمات الموجهة نحو الشركات تحسناً على الرغم من اعتدال وتيرة تطورها وعلى العموم من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الثلاثية زيادة بنسبة 3.2% خلال الفصل الرابع من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة بمساهمة تفوق 54% من ديناميكية النمو الاقتصادي الوطني